السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة اليوم من برنامج مقاصد نبحث واحدا من أهم المواضيع التي تمسوا مصالح كل بيت مسلم ومصيرة الزواج ذلك العقد الشريف والميثاق الغليظ والرباط المطهر بين الجنسين الذي حض الإسلام عليه وحث المسلمين على التبكير فيه وتسهيل إتيانه والترغيب بالإقدام عليه والترهيب من هجرانه الزواج تلك المؤسسة الاجتماعية التي أولاها الفقهاء عناية كبيرة على طريق بناء المجتمع المسلم لكن ما التصور الإسلامي للزواج وما مقاصده الكلية وأهدافه ولماذا استحال الزواج إلى ظاهرة مجتمعية معقدة تثقل كاهل الحالمين به بعد أن كانت في قرون المسلمين السالفة سهلة ميسرة ومباركة هذه الأسئلة وغيرها نبحثها في حلقة اليوم من برنامج مقاصد أرحب بكم مشاهدنا الفاضلين قبل بدء الحديث بطبيعة الحال يسعدني الترحيب بضيف الحلقة الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر أهلا ومرحبا بكم دكتور يا مرحبا بكم أستاذ المشاهدين أستاذ جهد الله أحفظكم ما الفكرة الأساسية الجوهرية التي ينطلق منها الإسلام في الحظ على الزواج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم أما بعد الزواج رباط غليظ ومثاق عظيم شرف الله عز وجل به الإنسان والإنسانية وكرمه وأحسنه وجمله ويعني غالى في غالى الإسلام في تعظيمه وتقديسه حتى جعل سماه الميثاق الغليظ والزواج هو بداية في يعني تعريفه هو الضم والقران نقول زاوجت أو زوجت هذا لذاك أي قرنت بينهما وضممت هذا إلى ذاك ومنه قوله تعالى وزوجناهم بحور عين فالزواج هو في اللغة الضم والجمع وأما في الشرع في الصلاح في معناه الشرعي نعم فهو الجمع بين رجل ومرأة يجوز الجمع بينهما على وجه مخصوص لأنه في مش كل رجل امرأة يجوز صح الجمع بينهما هناك في محرمات بالنسب والمصاهرة والرضاعة فهؤلاء لا يجوز الجمع بينهما على هذا الوجه المخصوص فإذن الذي يجوز هو المرأة الأجنبية التي يجوز الجمع بينهما على وجه المخصوص أي بهذا العقد المخصوص في الشريعة هذا هو الزواج بمنتهى البساطة في معناه اللغوي والشرعي الذي قرره الله عز وجل في كتابه وهذا الزواج في الشريعة نجد أن الشريعة تهتمت به اهتماما عظيما ودار هذا الاهتمام في عدة محاول في الشرع بيّنها ربنا جل جلاله إما في قرآنه الخالد وإما على لسان نبيه المعصوم صلى الله عليه وسلم فلذلك نجد مثلا أن الزواج وهذا من عجائب الشريعة وملامحها العظيمة أن الزواج لون من ألوان استكمال الإيمان عند النوعين عند الذكر والأنثى فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام الحاكم والطبران والبيهق وغيرهم وفي إسناده بعض المقال الخفيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام من رزقه الله عز وجل إمرأة صالحة فقد أتم له شطر دينه فليتق الله عز وجل في الشطر الثاني أو الباقي فهذا الإيمان يستكمل عند الناس بالزواج ولذلك في بعض كتب الفروع أن من شروط الإمام أن يكون متزوجا وإن كنا لا نعول على هذا لكننا نلمح في هذا إلى مدى تنبه الفقهاء إلى أن المتزوج أهدأ نفسا وأرسخ فكرة وهو أقرب إلى مظنة استكمال الإيمان من الشاب العزب فلهذا كانوا يفاضلون بين العزب والمتزوج في الإمامة الزواج حينما ننظر إليه أن الله تبارك وتعالى أنعم به على الخلق نعمة أنعم الله به على الخلق وعطي أعطاهم إياها وهدية أهداهم إياها على الخلق أجمعين سوى من استثناهم الله ممن لم يتزوجوا وهم الملائكة فقط أما ما سوى ذلك فالله تبارك وتعالى جعل الخلق زوجين أنعم الله عز وجل به على الخلق في قوله تعالى والله خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون فالزواج نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أيضا نلمح أن الزواج من آيات الله عز وجل على الوحدانية والألوهية فحينما نرى الآيات والأدلة القاطعة الدامغة التي ساقها الله عز وجل على ألوهيته ووحدانيته وقيميته على خلقه نلحظ منها أنه ساق بين تلك الآيات وهذه الأدلة الصاطعة الواضحة أمر الزواج فقال جل شأنه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته على ماذا أي على وحدانيته على ألوهيته على قيوميته على خلقه سبحانه وتعالى لماذا كان الزواج من آيات الله الدالة على الوحدانية لأننا لو نظرنا إلى الخلق سنجد أن المخلوقات كل له أصل ينتمي إليه أو ينحدر عنه أو ينسل منه وكل ما له هذا الأصل لا يصح أن يكون إلهة كل ما له هذا الأصل لا يصح أن يكون إلها لأنه سيعود إليه يوما ما سينتقل إلى أصله يوما ما أما الله عز وجل فلا أصل له إن سل منه ولا انحذر عنه ولا ينتسب إليه جل جلال الله عز وجل ولذلك في حديث أبي بن كعب قال لما جاء المشركون يقولون يا رسول الله يا محمد أنسب لنا ربك قل لنا ربك ده أصل إيه هل أصله الماء الطين الهواء النار النور أنسب لنا ربك إلى أي شيء ينتسب فأنزل الله قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فسبحانه وتعالى كيف يكون له أصل وهو لا ولد له ولا والد له فليس له أصل إن حضر منه وليس له فرع سل عنه جل الله عز فلهذا يعني في بعض الروايات زادت في هذا وما له أصل يموت وما يموت يورث ومن يموت يورث والله حي لا يموت ولا يورث طيب في فليسيق هذا الحديث عن الزواج دكتور محمد يعني هل يعتبر الزواج فرض على كل مسلم ومسلمة أم أنها سنة لا يأثم المرء إذا ما هجرها هو الزواج اختلف فيه الفقهاء في حكمه هل هو واجب أم مندوب أم مباح والراجح عند الكثير أنه بحسب الدواع إليه فإذا كان مثلا الرجل يتوق نفسه إلى الزواج ويملك مؤنته وحاجته فهذا الزواج واجب عليه لا سيما إذا كان لا يأمن على نفسه الوقوع في العنت في الفاحشة يعني أما إذا كان يعني لا تتوق نفسه إليه ولكنه يملك مؤنته فهذا الزواج في حقه مندوب وأما إذا كان يعني لا يملك المؤنة ولا تتوق نفسه فهذا الزواج في حقه يعني مباح إن شاء فعله إن شاء ثراته لا يملك المؤنة هنا بمعنى أنه يعني لا يمتلك كافة تفاصيل الزواج أي ونعم الطاقة البدنية والمالية وهكذا نعم طب إذا ما امتلك الطاقة البدنية لكن الطاقة المالية نقصت له وبالتالي اضطر لكي يستدين على سبيل المثال هذا قضية مطروحة في عالم المسلمين نعم فهل هذا يعني إذا ما استدان وتزوج يعني هل هو يدخل في قضية تحت الإثم أم المستحاب أم مطلوب منه ذلك وإذا لم يفعل ذلك لم يستدن ولم يتزوج هل يدخل في طائلة الإثم لا هو الأول ننظر إلى المجتمع النظر الأول إلى المجتمع هذا الرجل أو هذه المرأة واجب على المجتمع وحينما أقول المجتمع لا أقول أفراد الناس لا أعني أفراد الناس إنما أعني النظام الدولة الإمام واجب عليه أن يزوج الشباب وأن يزوج الفتيات وأن يقوم بهذا الحق وإذا قام الناس بهذه الأشياء في غيبة الإمام فأنا لا أرى لهم يعني فضلاً ولا حقاً في هذا لأنهم يرقعون الأنظمة الفاسدة المستبدة التي يعني أكلت حقوق الناس وهجرت واجباتهم نحوه فلذلك لا أرى للمجتمع أن يقوم بهذا إنما يجب على أصحابه أن يطالبوا بحقوقهم هذه واحدة أما إذا استدان هذا لأن الناس يعني كفروا بحقه وهجروا واجبهم نحوه إذا استدان بهذا فلا إثم عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حق على الله أن يعين الناكح باغي العفاف كما في الطبران بإسناد جيد إن شاء الله فلذلك هذا الباغي العفاف الناكح هذا الذي يطلب الحلال الله سيعين ويفتح له أبواب الرزق وأبواب الفضل وسل المتزوجين كثيرين الذين أقبلوا على الزواج ولم يكونوا يملكون من أسبابه المادية إلا النذر اليسير فلما يعني طرقوا هذه الأبواب يسر الله لهم أبواب الرزق وفتح لهم أبواب الخير والفضل ومنحهم من عطائه فالله جل جلاله يعني أرحموا بعباده وأحنوا عليهم من أمهاتهم فلذلك ينبغي أن نفرق بين حق الناس على الأنظمة وبين واجب الناس نحو أنفسهم في مثل هذه الأمور والاستدان هنا ليست حراما طبعا هذا الموضوع الحاصل اليوم في قضايا الزواج سنبحثه بشيء من التفصيل ولكن في المحور الأخير من حلقة اليوم قبل ذلك ما الأفكار والتصورات التي ينبغي أن يحملها كل مسلم ومسلمة قبل عن الزواج قبل الإقدام على هذه الخطوة بحيث إذا ما تمت عملية الزواج تكون وفق التصور الإسلامي العام لهذه الظاهرة ما الأفكار التي ينبغي أن يتحل بها المسلم والمسلمة قبل الإقدام على هذه الخطوة هو في المدخل الأول الذي كنت أتكلم فيه عن اهتمام الشريعة بالزواج كان فيه بيان لهذا فالشريعة حينما اهتمت بالزواج نجد أنها اهتمت بالزواج قبل وقوعه فوضعت الشروط والضوابط للمرأة التي تختار وتنتخب من بين نساء الناس لتتزوجها سواء كانت الأولى أو الثاني أو الثالثة أو الرابعة كما شرع الله عز وجل وأيضا للمرأة وضع لها الضوابط التي تختار على أصلها وعلى أساسها شريك حياتها ويعني ظلها في الدنيا وموطن سرها فلذلك الشريعة اهتمت بهذا قبل الزواج قبل أن يقع بضوابط الاختيار وبعد مرحلة الاختيار وهي مرحلة الخطوبة بعد مرحلة الاختيار العقد وما يلزمه ليس هذا ربما ما قصدته دكتور وإنما الأفكار التي ينبغي أن يحملها الزوج والزوجة لبيتهم فاهم سأتيك ثم وضعت له الضوابط كيف تستمر هذه الحياة ثم وضعت الضوابط والأحكام إذا استحالت هذه الحياة فالطلاق الخلع وهكذا ثم وضعت الضوابط لرعاية ثمرة اللقاء وهم الذرية الصالحة كما قال الله ربنا تعالى عن عبادنا الرحمن الصالحين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما فينبغي على من يقبل على الزواج أن يدرك هذا اهتمام الشريعة بهذه المؤسسة الكبرى العظيمة التي هي لبنة في المجتمع الإسلامي ويقوم عليها أصرحه العظيم وإذا فسدت هذه اللبنة فسد المجتمع وإذا صلحت صلح المجتمع وإذا انحرفت انحرف المجتمع لأنها ستنتج للمجتمع نتاجا فاسدا منحارفا لا ينصلح به دنيا ولا ينتصر به دين ولا تطبب به علّا ولا يقوم به معووج ولهذا ينبغي أن ننظر إلى هذه المؤسسة هذه النظرة على مستوى اهتمام الإسلام بها أيضا عليه أن يعلم مقاصد الشريعة من هذه المؤسسة فيطبقها ويحققها بعد حدوثها وهي حصول العفة له ولها حصول العفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فالزواج هو مصدر العفة الأصيل للرجل والمرأة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية وهذا الحديث له سبب عجيب جدا في صحيح الإمام المسلم يقول فيه على القمة ابن وقاص التلميذ ابن مسعود كنت أسير مع ابن مسعود في ميناء أيام الحج يعني في خلافة عثمان فلقيه عثمان رضي الله عنه الخليفة فقال يا عبد الله نريد أن أزوج شوف الإمام باب يعمل ليه أريد أن أزوجك شابة بكرا تذكر كما مضى من شبابك عندنا من الحراف عن الشريعة إن الرذج إذا كبر في السن لا تزوج امرأة بنت صغيرة فإذا تزوج بنت صغيرة يعني جعلوه متصابيا ولاكوه بألسنتهم وسموه بألسنتهم لا يا أخي هذا ليس وأذكر أنني ذكرت لبعض إخواننا أن يعني رجلا كبيرا فقد امرأته في سن متقدمة وقال لي أنا أريد أن أتزوج فكلم أولادي والله كلمتهم ليزوجوه فرفضوا سامحهم الله فسيدنا عثمان رضي الله عنه يقوم بدوره كإمام ولهذا هو إمام راشد فقال لابن مسعود أريد أن أزوجك بكرا شابة لعلها تعيد إليك ما مضى من شبابك قال له الله إذا كنت بتقول كذا يا أمير المؤمنين فالنبي قال كذا فساق له الحديث قال له خلاص أنا معيتش يعني إيه أقدر على هذا واستعفاه المقصود الثاني استكثار استبقاء النسل الإنساني واستكثاره استكثار المسلمين فأيضا من مقاصد الشريعة في الزواج طيب لو أذنت لي شيخنا يعني ربما هذا نبحثه بعض الفاصل المقاصد سنفرد له بابا لكن بعض الفقهاء وربما كثير من الفقهاء تحدث ضمن منظومة الإسلام ونظرته إلى الزواج عن قضية الكفاءة كمعيار في العلاقة الزوجية يعني أن تكون المرأة كفأا للرجل والعكس كذلك ما طبيعة هذه الكفاءة في الإسلام؟ هي الكفاءة المماثلة والمناظرة ولذلك قال الله تعالى ولم يكن له كفؤا أحد أو كفوا أحد في قراءة كفؤا حفص يقرأ كفوا أحد فالله تبارك تعالى هو الذي لا يكافئه شيء وليس كمثله شيء أما الكفاءة في الزواج وهي المماثلة والمناظرة بين الرجل والمرأة في أمور مخصوصة وليست مناظرة مطلقة ولا مماثلة مطلقة لأن الرجل لا يماثل المرأة من كل وجه وكذلك المرأة لا تماثل الرجل من كل وجه هناك فوارق فوارق قدرية وضعها الله عز وجل بين النوعين من الخلق فإلما المماثلة قال العلماء يماثلها في ماذا أو تماثله في ماذا قالوا في الديانة يعني نوع الديانة يبقى مسلم مسلم طيب متدين الصلاح والتقوى طيب لا أزوج بنتي المتدينة لفاسد أو لمن هو دونها في الصلاح حتى هو صالح لكنني يعني لا أستشعر أنه أرقى منها في الصلاح هو سينزل بمستواها ولن يرتقي بها طيب الثاني يبقى نقول الديانة الصلاح والتقوى الحسب والنسب هذا أمر يعني معمول به ولذلك سيدة زينب رضي الله تعالى عنها لما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من زيد بن حالثة كانت تتعالى عليه بحسبها ويالشريفة النسيبة من القراشية وهي من هي ولكن هذه إرادة الله طلقها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها ومن خير النساء فلذلك مسألة الكفاءة في الحسب والنسب هذا مطلوب أمر مطلوب لكن أليست هذه الكفاءة التي تحدثت عنها قضية أن يوازيها في الصلاح وأن يوازيها في الحسب والنسب والعكس وكذلك أليست من الطبقية هذه وهي الطبقية غلط طبقية أليست تتعارض مع المساواة لا لا تتعارض ربنا ما طلبش المساواة ربنا طلب العدل ليس المساواة لأن الطبقية دي سنة من سنة لله في الخلق وربنا رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات كما قال جل جلال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية لكنها تورث بعض الناس شعورا بالدونية دكتور ولذلك نحن مطالبون بمجاهدة هذه المشاعر المنحطة هذه مشاعر منحرفة أن نرى لأنفسنا درجة فوق الناس هذا كبر هذا عينه الكبر وهذا هو بطل الحق وغمط الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نرى نحن أنفسنا لكن هذه المعايير معيار الكفاءة الذي وضع الفقهاء ربما يخلق حساسية بين طبقات المجتمع ويشعر بعضهم بالعلو على الآخر وبعضهم الآخر بالدونية تجاه الآخر النظر إلى الطبقية على أنها من سنن الله في الخلق ومن فطرة الله عز وجل في الناس أمر والاستعلاء بها أمر آخر لا نربنا جل جلاله هذا عالم وهذا جاهل وهذا غني وهذا فقير وهذا أشبه إلى الكمال وهذا ناقص وهذا جميل هذه الطبقية وجودة كلام جميل دكتور لكن على ماذا استند الفقهاء في قضية الكفاءة لأن المشاهدين يتابعون ويهتمون لأمر هذا دين أي على ماذا استند الفقهاء في تقرير قضية الكفاءة علما أن الله سبحانه وتعالى الميزان الوحيد الذي وضعه للتفاضل بين الناس هو التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم وهذا رأيي المالكية وهذا يعني المستند عندهم في الكفاءة هي شرط عندهم من شروط الزواج حديث زيد بن حارثة ونحو هذا لكن لأنهم رأوا أيضا أن التفاوت بين الرجل والمرأة سواء التفاوت العلمي سواء التفاوت الحرفي سواء التفاوت الحسبي والنسبي سواء التفاوت الديانة والتقوى والصلاح هذا يسبف فسادا في الحياة بين الرجل والمرأة يعني لو في تفاوت بينهم في العلم في الحرفة كيف يتعايشون كيف يتفاهمون في تفاوت بينهم في الأحساب والأنساب هي قد ترى نفسها عليه هو قد يرى نفسه عليها يعني هذه مداخل للشيطان لإفساد الحياة الأسرية فلذلك سد الله عز وجل هذه الأبواب وقال يعني ينبغي استنبط الفقهاء وقالوا ينبغي أن يكون من شروط الزواج الكفاءة حتى تغلق هذه الأبواب طيب مزيد من التحرير للتصور الإسلامي لقضية الزواج دكتور يعني هناك مفهوم القوامة في العلاقة الزوجية وربما هذا المفهوم انفرد به الإسلام عن سائر الحضارات والشرائع الأخرى ما مفهوم القوامة الإسلامية هنا فيما يتعلق تحديدا بالعلاقة الزوجية بين الزوجي والزوجة لا هو أنت حضرتك انفراد الإسلام بهذا أنا لا أظنه لا لا أظن أن الإسلام انفرد بهذا فالرسالات السماوية متفقة فيما يضمن سلامة المجتمع وسلامة الدين والقوامة من سلامة المجتمع ومن سلامة الدين والله أنزل بها قرآنا مجيدا فقال جل جلاله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ما هذه القوامة؟ القوامة من القيام يعني القيام بشأن البيت أو القوام على شأن البيت أي الحارس والرقيب الرئيس يعني بالبلد كده الرئيس الرئيس لهذا البيت فالرجل رئيس البيت يحرسه ويرعاه ويقوم على شؤونه ومعاشه ومعاده ودنياه وآخرته ينبغي أن يكون الرجل هكذا كون أن الرجل بقى لا يقوم بهذا أو تنازل عن حقه هذا قومة مالية ونفسية وفكرية وروحية ودينية واقتصادية وسياسية كل شيء الرجل هذا يعني هذا شأنه في البيت إنما هو رجل يأكل ويشرب وينام فقط هذا ويعمل ويعمل لا ليس هذا فقط إنما هو محاسب أيضا على انحراف أولاده وهدايتهم وضلالتهم محاسب على تعليمهم محاسب على تثقيفهم إذن ينبغي على كل شاب مسلم قبل القدوم على خطوة الزواج ينبغي أن يتحلى بالقوام ينبغي أن يربي نفسه على القوام أكيد وإذا ما سقط هذا الشرط منه كسلا منه هل يعتبر آثمان أسقط شرطا من شروط العلاقة الزوجية أنا لي بحث في مسألة التعدد قلت إن من شرط التعدد أن يكون رائدا يعني يحسن قيادة السفينة إذا لم يكن يحسن القيادة لا يصح أن يعدد يعني حتى يعني فما بالك في المرأة الواحدة المرأة الواحدة هي التي ستقوده طيب قبل التعدد يعني هذه قضية القوامة مهمة جدا دكتور إذا ما تكاسل المسلم في إعداد نفسه لكي يكون قائما أو قواما في بيته على زوجه وأولاده هل يعتبر هذا آثما إذا ما أقدم على الحياة الزوجية وبالتالي أسقط الشرطا من شروط الزواج للنظر لما يترتب على هذا قد هو يعني إيه هو طبيعته أنه مقاد وليس يقود في بعض الناس كده طبيعته أنه لا يحب أن يتحمل المسؤوليات ويرمي على غيره في ناس كده واخد بال حضرتك والقوامة مسؤولية وتكليف فهو يرفض هذا لأنه يريد أن يرمي عن رأسه وعن كاهله تلك الأحمال فلذلك هل إذا ترتب على هذا فساد في البيت فأنا أقصد الفساد الفساد الديني إذا ترتب عليه فساد الديني إيه ويأثم النبي عليه الصلاة والسلام قف قال كفى كما في سنن أبي داود بسنة صحيح قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول الرواية أبو يقوت يعني اللي بيقوتهم ورواية ثانية من يعول أي الذي يعولهم نعم ولهذا الأب هذا له مسؤولية عظيمة في يعني القوامة هذه تكاليف وليس التشريف والمرأة لا تستطيع أن تقوم بها أبدا يعني هذا لو حدث في شذوذ الشذوذ لا قياس على يعني ينبغي على الشاب المسلم أن يسعى إلى القوامة ما استطاع إلى ذلك سبيل حتى يسقط عنه العذر والله لو أرد لو استطاع أن يأخذ قرص يا شيخ في كيف يكون قيما وكيف يكون رائدا وكيف يكون مديرا لهذا البيت إي ولا حرج هذا مهم نعم وضحت الفكرة يعني ينبغي أن هذا بالفاصل دكتور نواصل حديثنا بعد العودة من فاصل قصير اشتركوا في القناة أسعدكم الله عدنا لمواصلة الحديث في قضية الزواج ومقاصده الإسلامية والحديث دائما مع دكتور محمد أنور البيومي دكتور محمد الزواج كظاهرة مجتمعية كل زواج في التصور الإسلامي ما زلنا إلى ماذا ينبغي أن يقود بمعنى يعني ما المقاصد الكلية وحتى التفصيلية الفرعية لهذا للزواج هو إحنا يعني عندنا مقاصد وواضحة جدا في الشريعة للزواج وينبغي على الشاب كما يعني سبق وأشر إليها من يقبل على الزواج أن يفهم هذه الفقهيات لأنه لا يصح الزواج عبادة فلا يصح أن يعبد الله عز وجل على جهل وعلى يعني وعلى قلة علم أو علم مغلوط إنما ينبغي أن يعبد الناس ربهم على هدى وبصيرة فأطلبوا فقه هذه المسائل يا إخواني خاصة للشباب المقبل على الزواج فأول شيء من مقاصد الزواج كما أشرت إليه فيما سلف العفة فالإنسان بدل أن ينظر يمينا وشمالا ويتلفت إلى هذه الجائية وتلك الرائحة ولا إنبعي الصلاة والسلام قال إذا رأى الرجل مرأة فوقعت في نفسه فليأتي أهله فإن عندها ما عندها البضع واحد تملك ما تملك وهذا في الصحيحين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صنع بنفسه هذا صلى الله عليه وسلم وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصل وأحصن للفرج فالزواج هو الذي يحصن المجتمع من الرذائل ومن الانحرافات ومن الشذوذ الجنسي قد تقول يا أخي كيف تقول هذا وربنا سبحانه وتعالى وضع حدا للزنات المحصنين المرأة إذا تزوجت والرجل إذا تزوج يعني يجوز عليه الانحراف فوضع الله له حد الرجل فكيف تقول إن نعم نحن نقول هذا هو الأصل الأصل أن الزواج يعني يعصم المرء من الانحراف لكنه هل كل الناس يعني يعصمون بالزواج من الانحراف لا ليس كلهم ولذلك الإسلام وضع لهؤلاء المنحرفين ما ينضبط به المجتمع إذا انحرفوا فالأمر الأول العفة كما ذكرنا فالزواج هو مصدره وأصله وبيته وبيئته الأصل الثاني أو المقصد الثاني من مقاصد الزواج استكمال استكثار المسلمين واستبقاء النوع الإنساني لأنه ولذلك هذا حدث في أوروبا عندهم نقص في مراحل من مراحل العمرية في الطفولة والشباب بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لا يهتمون بمسألة الزواج ويفرغون شهواتهم في الحرام كأنهم برابخ مفتوحة ومجار فجرت هنا وهناك لا حارس لها ولا قيم عليها لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه يأتيه رجل فيقول يا رسول الله إني أصبت مرأة ذات حسب وجمال وأردت أن أتزوجها لكنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا فأعاد عليه ثانية قال لا أعاد ثالثة قال لا ثم قال عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة علماء الضلالة وخطباء الفتنة كانوا يقولون إيش؟ يقولون إن القل المنتية خير من الكثرة الفاشلة ولماذا تخيروننا بين الشهرين؟ لماذا لا تكون الكثرة هي المنتجة؟ هذا هو الأصل أنتم فشل عندكم طاقات ومواهب ومنح من الله تبارك تعالى كيف تهملونها؟ كيف تهملون هذه الكثرة؟ ولذلك فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة في حديث الحشر يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأقف أنا وأمتي على رتوة بين الناس فأنظر فيأتي النبي ومعه الرجل والرجلين والنبي ومعه البضع والنبي وليس معه أحد فأرى سواداً عظيماً فأقول هذه أمتي يا رب فيقول لا هذه أمة موسى صلى الله عليه وسلم ثم أنظر بعده فأرى سواداً أعظم وأعظم وأعظم فيقول هذه أمتي قال نعم هذه أمتك يا محمد وأعطيتك سبعين ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ومع كل واحد من السبعين مثلهم يدخلون الجنة بلا حساب طيب دكتور هذه على مستوى المقاصد الكلية لكن على صعيد الزواج الذي ماذا يمكن أن يقدم للمجتمع المسلم هذه الزواج والأسرة التي تتشكل يعني ماذا يمكن أن تفيد أو أن تقدم للمجتمع المسلم في سيرورة سردية تواصل الحياة هذه نعم يقدم له الذرية الصالحة التي تنصالح بها الدنيا وينتصر بها الدين يقدم له دعائم المجتمع وأساس وجوده وبقائه وذيموميته واستمراره في الحياة يقدم لهم الذرية من الذي صنع خالد بن الوليد بعد فضل الله وقدره الغالب ومن الذي صنع أحمد بن حنبر رضي الله تعالى عنه ومن الذي صنع عبد الله بن الزبير ومن الذي صنع هؤلاء القادة بعد كرم الله عليهم وفضله لهم إلا أن الله تبارك وتعالى كان من حكمته ونعمته أن هيأ لهم البيئة الصالحة والأسباب المواتية والمناسبة ليكونوا قادة عظاما وعلماء أبطالا وأئمة في الحق والهدى والنور والعلم والجهاد وإنما حينما ننظر الآن إلى الأسر والحاضنات ماذا تخرج للناس تخرج للناس إلا من رحم الله عز وجل تخرج لهم أجيالا منحرفة وشبابا متسكعا لا يعني مائعا لا تعرف هل هو رجل أمرأة لا تعرف له هوية ولا تعرف له عقيدة ولا تعرف سبحان الله العظيم يا أخي أم محمد إقبال هذا شاعر الإسلام الباكستاني نعم غفر الله له ورضي عنه ورفع قدرة حينما حفظ القرآن جاء إلى أمه وقال أنا اليوم حفظت القرآن يا أم فقالت له يا بني وكيف تلقيته قال أنا أحفظ القرآن قالت له يا بني لن تكون للقرآن حافظا إلا إذا اعتبرت أن كل نداء فيه هو لك خاصة إنما إذا قلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لا هذا لجهاده هنا كويس أنا ما عنديش أي مشكلة إنما قالت له يا بني هذا نداء الله لك يقول لك يا محمد يا ابن إقبال اتق الله هذه المرأة المسلمة التي تربي لنا الأجيال الصالحين الذين ينتحر بهم كيد الشيطان ويرد بهم يعني وتمزق بهم شبائك لهذا نرى إن الأم والأسرة لا الأم والأسرة عليها دور كبير في إعداد هذه الأجيال أيضا لا عفوا لكن ربما هذا يقودنا أيضا إلى الحديث الحقيقة الزواج كظاهرة مجتمعية في الإسلام لها إجراءات حتى يتم يعني لا بد أن يكون هناك شهود لا بد أن يطلب الزوج المرأة من ذويها من أبيها ولي أمرها إلى آخره حتى بعد ذلك تستقيم الزواج ويتم لكن إذا ما كان الزواج على هذا القدر العظيم من الأهمية وهذه الركنية التي الركن الركين التي يحتلها الزواج في سيرورة الإسلام لماذا جعل إنهاء هذا الميثاق الغليظ والرباط المطهر بين الزوجين والعقد الشريف بكلمة بكلمة واحدة ينتهي كل شيء لماذا؟ وأنا أحييك على هذا السؤال يا أستاذ جهاد لأنه يعني خليك فاكر حكاية إنهاء بكلمة هذه الزواج أيضا من أهدافه الفرعية أو الثانوية نشر البهجة والفرح بين طبقات المسلمين الفرح والمباح واللهو المباح نبي عليه الصلاة والسلام قال إن فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف وهذا يعني فصل بين الحلال والحرام في الزواج وفي الآلة هذا الحديث يعني هذا وهذا حديث صحيح عند النساء وغيره الله تبارك وتعالى العليم الخبير يعلم أن هذه الحياة قد لا تسير وردية وقد لا ينسجم الرجل مع المرأة وقد لا يتفقان وقد لا ينسجمان ولا يتوافقان فهل نجعل هذا البيت سجنا لهم أو جهنم يحترقان فيها كل الاثنان معا لا إنما الزواج جاء إنما الطلاق في هذه الحالة جاء رحمة من الله وليس لعبا ولا هزءا يتخذه الناس إنما هو جاء في حالات استحالة استمرار الحياة وديم ميتها فكان لابد أن تنقطع ولذلك حينما حرم النصارى الطلاق ما الذي جاء إذا استحالت الحياة بين الرجل والمرأة إذن ما النتيجة تنحرف المرأة وتنحرف وانحرف الرجل ولماذا لا يكون هناك طلاق هكذا يعني جاء الطلاق لنا رحمة إنما المستهترون والمتغافلون عن دينهم والجاهلون بحقائق هذا الشرع يعني أخذوا هذا الباب الرحمة فجعلوه ألعوبة يتلاعبون بها في مصائر أزواجهم وأولادهم وبنات الناس فهذا لا يجوز في ديننا أبدا نعم حقيقة وصلنا إلى الحديث عن واقع المسلمين ومدى احتفاظ الزواج بقيامه ومقاصده في حياة المسلمين وعقولهم وتصوراتهم ولكن بعد الفاصل نتوقف مع فاصل أخير ومن ثم نعود لاستكمال الحلقة اشتركوا في القناة مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نيلسات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم دكتور في سياق الحديث عن الواقع الأصل عند المسلمين كما نعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام رضي الله عنهم جميعا وكذلك التابعين وحتى تابعي التابعين وحتى قرون عديدة لحقة أو قرون عدة لاحقة كان الزواج أمرا سهلا وبسيطا وميسرا لماذا أصبح في واقعنا اليوم معقدا صار الرجل يحسب ألف حساب قبل أن يقدم على هذه الخطوة ما الأسباب التي أفضت إلى هذا الواقع الأليم فيما يتعلق بظاهرة الزواج بين المسلمين يعني عطلته أو عرقلت مسيراته؟ الرجل ينبغي أن يجمع ينبغي أن يحظى بصفات محددة ينبغي أن يخاطب الأسرة ينبغي أن يقيم عدة حفلات ينبغي أن يكون معه كما يقال جاهات وهكذا صار الزواج قضية معقدة وليست سهلة نحن الذين عقدناها يعني نحن عقدنا حياتنا كان الزواج بل الحياة كلها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة ميسورة وهكذا وليثها عنه أصحابه وسلفنا رضي الله عنهم أما نحن الآن فدخلت في حياتنا الأمركة فأمركت ديننا كما أمركت حياتنا فلذلك تعقدت الحياة فلم تعد تصلح بنا ولا تصلح لنا الزواج كان سهلا جدا يأتي الرجل ويقول علي رضي الله عنه يطلب فاطمة فالنبي عليه يسأل عن المهر ما عندي شيء يقول يا أخي أما عندك ذرعك الحطمية التي وهبتك إياها يوما قالت موجودة يا رسول وهذه تصلح ويأتيه رجل آخر ويقول له يا أخي لتمس خاتما من حديد صمولة يا أخي صمولة يزوج بها عارف الصمولة تمام أيضا يأتيه رجل آخر ويزوجه بسورة البقرة يزوجه امرأة بسورة البقرة والمرأة تقبل بهذا يرسل سيدنا ربيعة بن كعب الأسلامي إلى بني فلان ويقول لهم يعني ربيع يقول له من نتزوج يا رسول الله ما عندي شيء يقول له اذهب إلى بني فلان ويقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم زوجون ابنتكم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل على أنه رئيس دولة وإمام للناس وهو كذلك نعم هو كذلك إنما يعني لأن الناس قد تظن أن هذا أمر نبوي يعني معزول عن كونه رئيس دولة لا هو نبوي وهو رئيس دولة زمنين مع بعض نعم فلذلك يجلس سيدنا ربيعة معك إيه يا أبوه يقول له تاب إنت شهداتك إيه يا ابني أطيانك أموالك بيوتاتك عقاراتك الأم طب يا ابني هتعيش بنتنا منين وهتصرف عليها منين فالرجل يسكت فالبنت الصالحة من خلف الست لتسمعوا الحوار فتقول لهم لا تردوا رسول رسول الله لا تردوا رسول رسول الله فيوافقوا فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وسيد قبيلته يقول زوج الرجل ويأمر عبد الرحمن بن عوف يقول له شوف له بيت يسر جدا فيما طبعا ما لإيه طبعا لماذا الناس تعقد اليوم يعني هل الأمر مرتبط بعقائد مرتبط بوضع سياسي مرتبط بإيمان لماذا صار الأمر معقدا قبل أن أنتقل إلى السؤال اللاحية التقليد التقليد فلان هذا زوج ابنته وفرض على العريس أنه يجب لها مئة جرام دهب مثلا ولا شأة في المكان الفلاني ولا حفلة في المكان الفلاني فييجي باء للأب هو بنتي أقل من بنت فلان طيب هذه المعاملة وهذه التفكير وهذا التصور وهذا الحس لدى المسلمين في التعامل مع قضية الزواج بمعنى إرهاق الزوج أو إرهاق الشاب أو تحميله أو بعض الرجال يظنون أنهم يعزون بذلك بناتهم إلى أي مدى هذا الواقع وهذه الممارسات دكتور إلى أي مدى عكست على قيم الزواج ومقاصده في حياة المسلمين اليوم هي برضو حكاية يعزون ده لها رصيد عند الناس لأن فيه ناس أنا أعلمهم كانوا ميسرين جدا في مسألة زواج بناتهم حتى يعني البنت لما تزوجت بعد ذلك كانت حماته أتقول له هو البنات عندكم رخيصة كده هذه تصورات عامة في المجتمع يا أخي هذا فساد يا أخي هذا الفساد كيف انعكس على مقاصد الزواج وعلى قيمه في حياة المسلمين وانعكس على على مسألة الزواج أصلها من لا تقوم يعني عرقل عرقل إقامتها وعرقل تحقيقها في المجتمع ولذلك كثرت العنوسة ثم تأخر سن الزواج سيدنا عبد الله بن عمر بينه وبين أبيه 11 سنة عبد الله بن عمر بن العاص بين وبين أبيه 11 سنة بس طيب دكتور أنت قلت كثرت العنوسة ورغب الشباب عن الزواج الذين تزوجوا وفق هذه التصورات وفق هذه الممارسات إلى أي مدى هذه البيوت عندما يعني يكرس الأب أبو الزوجة أو أبو الفتاة على الشاب المتقدم للزواج هذه المطالب وهذه الرؤى وهذه المظاهر مثلا إلى أي مدى صارت بيوت المسلمين تتمتع بما يريده الله من أن تكون متمتعة لا هو إلا القليل وإلا من رحم الله وإلا من عصم الله يتقلبون يخرجون من حفرة ينتقلون إلى حفرة أكثر وأعمق وأظلم وهكذا لأنه يعني قضى يعني بنى حياته وأسسها على فساد ديني وعلى فساد أخلاقي وعلى فساد تصوء يعني ليس فيه تقوى ولا صلاح ولهذا وأحمال وأعباء فهذه الأعباء مع مرور الأيام تزداد لا تقل لأنه سيأتي أولاد والأولاد يلزمهم وهكذا والناس أيضا يعني عندها فساد في التصور عن الدنيا وتنافس فيها تنافس عجيب وتنافس مقيت يعني حتى يكاد الإنسان الذي يحرص على دينه يقول أنا لن أتصل بالناس يا أخي لأنهم يفسدون علي ديني كلما اتصلت بهم يعني نافسوني في دنياي ما أسمع منهم كلاما إلا عن الدنيا ولهذا كان الإمام أحمد لا تكلم عن الدنيا ولا يتكلم فيها أبدا إلا قليل يعني لما تجلس مجلس فيه ساعة كاملة كم مرة تكلموا فيها عن العلم والدين ومصائر المسلمين وقضاياهم الكبرى قليل كد كم مرة تكلموا فيها عن مصالحهم ومعاشهم وكذا ولذلك ابن حجر يقول أكثر حديث النساء في الرجال وأكثر في شرح حديث أم زر وأكثر حديث الرجال عن المعاش نريد متى يكون أكثر حديث النساء والرجال عن الدين وعن معادهم ولا حرج أن نتكلم في المعاش إنما لا يكون يعني أربع نحن نتكلم عن المعاش أربعين ساعة في الأربع وعشرين ساعة أفهم من كلامك أن بيوت المسلمين الآن يعني كثير منها إلا ما رحم الله ربما تكون خربة غير صالحة وغير محققة لمقاصد الله سبحانه وتعالى من هذه الظاهر المجتمعية كيف السبيل إلى الحفاظ على هذه المؤسسة الزوجية على هذه المؤسسة المجتمعية سعيا لبناء مجتمع المسلم المستقبلا من أين يبدأ؟ إحياء العلم بالشريعة إحياء العلم بالشريعة لأن الناس أصبحت في جهل مضجع في الحقيقة بشريعة الله تبارك وتعالى إحياء التقوى والديانة في نفوس الناس بمذاكرة القرآن والعلم وسير الصالحين وحديث النبي عليه الصلاة والسلام رقم ثلاثة تحقيق المصالح الشرعية من الزواج تحقيق المصالح الشرعية من الزواج والاكتفاء بها لقم أربعة وهذا هو الأهم أن هذا الزواج شركة أو مؤسسة لبناء المعاش الذي ينفع في المعاد لبناء المعاش الذي ينفع في المعاد النبي عليه الصلاة والسلام قال وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُلَهِ إِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ انْ قَطَعْ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُلَهِ فَأَيْنَ هَذَا الْوَلَدُ الصَّالِحِ خَسِرْنَاهِ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرين هذا هو الولد الصالح خسرناه لأن أساس بناء العلاقة الزوجية كان غلطا نحن لم نحقق مقاصد الشريعة في الزواج فخسرناه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي يعلى والبزار يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع العبد درجة في الجنة فيقول من أين لي يا ربي وأنا لم أعمل قال هذا باستغفار ولدك الصالح لك فأولادكم الصالحون هذا ذكركم الباقي وصوتكم المدوي وتاريخكم الممدود ومظلتكم الواقية وشمسكم الدافئة وعزكم الذي لا ذل بعده نحن نقصر في الحقيقة مع أولادنا حينما انتبهنا إلى أولادنا ماذا اهتممنا بهم كيف نترك لهم ما الذي سنترك لهم من الإرث والميراث المادي كم أرصدتهم ستكون في البنوك أطيانهم بيوتهم يا أخي أنت خلقت وجئت إلى الدنيا يعني لا شيء معك لا تملك من حطامها شيئا فانظر كما نحكى الله عز وجل فلذلك ينبغي أن تورث أولادك إرث النبي عليه الصلاة والسلام أشكرك أدركنا الوقت عزائي المشاهدين موضوع الزواج موضوع حساس موضوع دقيق موضوع خطير ويتصل بمصالح المسلمين جملة وتفصيلا سنبحثه في حلقات مقبلة بحول الله تعالى لكن في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر شكر الله لكم حسن المتابعة إلى لقاء بحول الله تعالى موسيقى